أولا الثاني يا شيخ نعم إذا كان عندي زكاة مال يعني حوالي 30 ألف أو 50 ألف هل أخرجها يعني مثلا لخمسون شخص أو مئة شخص أول أفضل أن أخرجها لعشرة أشخاص وكل شخص منهم نفعل له يعني مشروع أو شيء خاص به يترطح تختلف من مكان إلى مكان كل جائز لكن يختلف هذا من مكان إلى مكان نعم إذا كنت من قرية مثلا يا أخي أكثر من خمسون شخص خمسون شخص هل إذا أخذنا الخمسون ألف هذه لعشرة أشخاص في المرة القادمة يكون عندنا أربع أم شخص لا يا أخي نستصرف الفلوس لو جدك غرط أيضا يعني عزرا هذا يختلف من حال إلى حال يعني الخمسين ألف هذه إذا أعطيت لكل أسرة ألف جنيه في السنة سددت خمسين أسرة لمدة سنة والقرى أهلوها فقراء لكن أن تعطي الخمسين ألف لشخص أو شخصين فلا أرى ذلك الأصوب إذا كنت من قرية إذا كنت من قرية نعم يا شخص أنا بعض الأونس لكن في أثر في أثر عن عن أمر لكن في ريب من صحة سنده إذا أعطيتم فأغنوا لكن في سنده بعض المقال وفقك الله 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 وفقك الله